موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم معنا دمنا حلقة جديدة من المرنامج مباشرة معكم في البداية وجه التحية للجميع وأتمنى لكم ذكرى مولد النبوي شريف سعيد لكم ولعائلتكم نناقش خلال حصة هذا المساء موضوع الخطاب والخطابات السياسية في النسق السياسي المغربي الحالي وذلك في ضوء ما يعتبر عدد من المراقبين حدة في الخطاب السياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين يستعمل مصطلحات من قوامس متعددة لم يألفها من بعد يتضمن حدة وتبادل للاتهامات وأحيانا تراشقات وملاسنات سواء خلال محطات جلسات المسائلة الشهرية لسيد رئيس الحكومة أو في أشغال البرلمان أو تصريحات الصحافية وغيرها سنناقش التطرق لأبرز ملامح هذا الخطاب وأثره المرتقبة على تصور ورؤية الرأي العام الوطني لهذا الخطاب ثم نناقش سبل بناء خطاب عقلاني ومتزين يناقش القضايا الكبرى للبلاد بأسلوب متزين وهادئ وفي أفق إنجاح المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا منذ السوري 2011 لمناقشة محاور هذا الموضوع يسعيدني أن أرحب هذا المساء بكل من سي عبدالزيز أفتتي نائب برلماني عن حزب العادلة والتنمية شكراً وعلى تكبدك مشاقة السفر والتنقل من وجده مرحباً بك مرحباً سي عبدالك حل نائب برلماني وعضو لجنة التلفيذية لحزب الاستقلال مرحباً بك مرحباً سي محمد جرين عضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية مرحباً مساء الخير سي شرقاوي روداني نائب برلماني عن حزب الأسرة والمعاصرة مرحباً بك شكراً وشكراً على الاستضافة العفو والزميل عبدالحق بالشجر الصحافي بيومية أخبار اليوم المغربية مرحباً بك شكراً غالي نوجه لكم سؤال أول لكل المتدخلين بشكل مقتضب تقييمكم لمستوى الخطاب السياسي السائد بين الفرق السياسيين حالياً في الساحة وفي السياق المغربي على أساس أن نفصل في أبرز ملامحه وفي أبرز محطته فيما بعد سيافتتي دقيقة نديرو دقيقة بشكل مقتضب وغيرتصو فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم صلاة على المستفى الكريم أولاً مبروك المناسبة للموليد النبوي ثم كذلك مبروك السنة الأمازيغية سقوة سدنبار أيثما يسمع ثم بالطبع هذا الموضوع هذا يجب أن نسبوه لأن الحديث على أننا كنا نعيش يعني الأول مرة سجال من نوعين خاص هذا يعني غير صحيح وممكن يعني خلال النقاش نحلكم على واحد العدد ديال ديال السجالات في مراحل يعني قريبة ولا بعيدة من تاريخ ديال المغرب ولذلك هذا بالنسبة لي يعكس واحد النوع من الحيوية وفي نهاية المطاف شنا هو الخطاب؟ الخطاب هو خطاب سياسي هو واحد التعبير على يعني طبيعة مرحلة لا من جهة تشخيصها ولا من جهة يعني استحقاقاتها يعني أولوياتها نحن اليوم في واحدة مرحلة انتقالية دقيقة جداً واستحقاقتها أي استحقاقت وطنية يعني كتجاوز برنامج ديالحزب ولا حزب ونصف يعني هذا اليوم احنا أماما برنامج وطني يقتضي أن ننتقل ديمقراطياً أي أن ننتهي من الاستبداد وأن ننتهي من الفساد وأن ننجزها يعني العدلة الاجتماعية لذلك الخطاب اللي هو اليوم مرائج بالنظر لهذه الاستحقاقات نعتقد بأنه يعني شيء طبيعي ولو أنهم طلب مننا يعني أن نؤهل يعني الدوات ديالنا والطبع والخطابة ديالنا والمساهمة ديالنا يعني باستمرار ولكن يجب التنسيب ديال الأشياء قد يمر ترطب طبيعة المرحلة ونحن الواقع الذي لا يرتفع سيلكي حل ولأن الخطاب السياسي هو معبر لمعرفة رجل السياسي وهو كذلك معبر لمعرفة سلوكيات الرجل السياسي والفاعل السياسي وهو فضاء اللي من خلاله المواطن يتعرف عن طينة السياسية حيث فرق بين الجانب ديال الشعار والبرنامج فرق بين الممارسة أثناء الاحتكاك تتبع عن طينة الرجل يمكن أن يدافع أن يكون ضد الاستبداد ومن خلال الخطاب اللفظي يمارس الاستبداد يمكن أن يكون ضد التحكم ومن خلال خطابه يمارس تحكم لهذا الخطاب السياسي هو عنوان على المدرسة التي ينتمي إليها الرجل هو عنوان على التربية والتنشئة السياسية التي تنشأ فيها الرجل السياسي وبالتالي من خلاله يمكن أن نتعرف عن هذا المدرسة وبالتالي ما كانش إشكال الفرق بين السابق والآن هو اليوم كأن المعلومة متاحة وكأن الإمكانيات للوصول وبالتالي كان عدد من الأمور كانت في التاريخ المغرب في الضيل واليوم خرجت من العتمة إلى الواقع وكأن تتبع مسؤولية السياسيين أنهم يخلوا والناس تحتضن وتتفاعل مع السياسة وفي نفس الآن يقيموا الفاعلين السياسيين سيغري أنا أظن بأن الخطاب السياسي الآن في المغرب إلى استثننا بعض الاستثناءات القليلة هو خطاب يتميز يجب أن نتكلم لغة صراحة فيما بيننا كفائل سياسيين ومع شعبنا الخطاب السياسي الآن في المغرب يتميز بالرداء يتميز بالتراشقات لماذا؟ لأن الخطاب السياسي يحمل المنتوج السياسي لكل عزب والمنتوج السياسي هو الأفكار التي ينتجها هذا الحزب ارتباطا بالمشروع المجتمع الذي يدافع عنه وتدني مستوى الخطاب السياسي هو تمظهر للأزمة الحقيقية التي يعيشها الفاعل السياسي في المغرب الذي أصبح غير قادر على إنتاج أفكار وعلى استقطاب الأكفاءات الموجودة في المجتمع والقادرة على أن تتبارز بالأفكار وبالمشاريع وإذا أضفنا شيئا آخر وهو الطبيعة الحكامة الحزبية الآن السائدة مع بعض الاستثناءات وهي الفردانية والشخصانية في التدبير الشيء الذي يجعل الصراعات بين الأشخاص وليس الصراعات بين الأفكار يجب أن نقر بذلك وأن نناقش فيما بيننا اليوم في هذه الليلة وبهدوء كيف يمكن أن نتلمس جميعا الآفاق لإنشاء خطاب سياسي وقبله ممارسة سياسية تعيد للسياسة بهاءها لتصبح حلبة لصراع الأفكار للبرامج للمقترحات للرؤية فيما يتعلق بالسياسات العمومية وليس التناقر بين الأشخاص وضرب الأشخاص واستعمال عبارات يجب أن نقول جميعا ونقر بأنها بعيدة كل البعد عن أسلوب النقاش الهادئ والمحترم للآخر رغم اختلافنا سيرو داني أولا قبل كل شيء نشكركم على هذه الاستضافة وبدوري أهنئ المغاربة في ذكرى المولد النبوي ونتمنى لهم الصحة والعافية وكذلك هذه الدكرة تتوازى مع ذكرى السنة الأمازيغية لهذا نتمنى لجميع المغاربة الصحة والعافية وطولة العمر فيما يخص الخطاب السياسي الحالي في الحقيقة هناك هناك نحن الآن في واحد مرحلة مفصلية في المغرب هناك دستور جديد هناك مقاربة جديدة للتفاعل مع السياسة بشكل مغاير هناك مرحلة لتنزيل وإعمال هذا الدستور لهذا تقتضي المرحلة واحد الخطاب السياسي عقلاني هادف يتميز بالبرغمات يتميز بنوع من العلو والسمو في الفكر وفي الخطاب للأسف سنتطرق إليه في هذا البرنامج وفي هذا الحوار أننا اليوم نشاهد أننا خطاب أمام خطاب السياسي للأسف تتسم فيه نوع من العنجهية السياسية من واحد السلوك الذي كان فيه نوع من الذي لا يخدم مصلحة المغرب ولا يخدم مصلحة المقاربة السياسية من أجل دفع المواطنات والمواطنين نحو الممارسة الفعلية للسياسة من خلال دفع المشاركة في الانتخابات وهذا عنده تراكمات وعنده يعني جاء من لم يأتي عابة بل أصبحنا الآن نرى اليوم في البرلمان الذي للأسف هو العقل الديمقراطية البرلمان هو المدرسة البيضاغوجية الممارسة السياسية هو التعاطي العقلاني مع السياسة أصبح الآن منبر يعني هو منبر لبعض لسلوكيات وكلام وخطاب سياسي يعني رديء جداً يتميز بنوع من التحكم إن قلنا بنوع من الاستبداد السياسي بنوع من الاجتتات السياسي بنوع البداء التعاطي الغير العقلاني الهادف مع السياسات العمومية ومع الأسئلة التي يطرحوا المواطنات والمواطنان يعني كل يوم في بيوتهم حول يعني ظروفهم المعيشية بدل من نسمع يعني هناك يعني نقاش وازن نقاش قادر على أن يعطيها الثقة داخل المواطنات والمواطنين نسمع خطاب للأسف سياسي يتسم بنوع من الترهيب والتخوين وكل من اختلف معي فهو ضدي ومحور الشر وأشياء كثيرة إزامي بلش قبل خلال عملك متتبعاً ومواكبة للشأن السياسي يعني المغربي بشكل عام تقيم ذلك بشكل مقتضب لهذا الخطاب أنا أعتقد أن المغرب يعني عرف دستور جديد دستور 2011 هو دستور بصلاحيات مهمة للحكومة وأيضاً بإمكانيات مهمة حتى بنسبة المعارضة عن مستوى أداء دورها وإن كنا نازلنا ننتظر القانون التنظيمي اللي كان نضم عمل المعارضة هذا الدستور رغم أنه جديد ولكن النخب السياسي أو النخب التي وصلت للبرلمان هي في عمومها الفاعلة الأساسية هي النخب قديمة يعني النخب اللي كانت تنتمي للدستور ديال 96 وبالتالي فاحتل الجزء من النخب السياسية اللي طلعت في إطار لو أحدير الشباب أو النساء يعني ما لاحظنا كيف ما لاحظنا ما برزتش بشكل اللي هو كان متوقع ومنتظر باش يعطي واحد الحيوي أكثر مع بعض الاستثناءات فلهذا نفسر بهذا المستوى لدينا دستور جديد ولدينا نخب قديمة وبرلمان يعني بعقلية قديمة هذا مستوى 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 الثاني هو أننا نتابع بعض النقاشات داخل داخل البرلمان وفي الحياة السياسية ونلاحظ بأن رغم ما يصف بأن هذه الخطابات بأنها تراشقات ورداء ولكن تحضى باهتمام تحضى باهتمام من طرف الرأي العام وبتريف الرأي العام هو يتابع ولديه موقف سواء إيجابي أو سلبي ولهذا فنلاحظ بأن الجسة الشهرية مثلا لرئيس الحكومة تحضى بمتابعة يعني غير مسبوقة على مستوى الإعلام العمومي رغم أن بعض التشنجات التي توقع فيها إلى آخره لكن مع الأسف اللي سوف نختم هنا هو أن أحيانا النقاشات التي تكون جدية والخصص الرأي العام تتبعها ويعرف أين تثير السياسات العمومية للحكومة في هذا المجال يعني لا يتم متابعتها بحيث يتم تحريف هذه النقاشات إلى أمور هامشية وتراشقات مثلا الجسة الأخيرة لرئيس الحكومة كانت حول الحوار الاجتماعي وموضوع التقاعد ولكن ما تمت متابعته هو التراشقات فيما بعد وكانت صورة سلبيا لتطات نقترح عليكم وعليم المشاهدين الكرام نتابعوا بعض محطات من هذه السجالات والتراشقات كما اسمتها بالشكر من عدد من الفاعلين السياسيين أنتم سوف تحليلها في كل محطة على حدة والرابورتاج من إنجاز أحمد مكاوي يكفي كتابة كلمتي برلمان مغربي بأحد مواقع الفيديوهات على شبكة الأنترنت لتجد من المقاطع العجب نحن لا نريد ملعباً أو مسراحاً نريد مؤسسات شريعية تقوم بأدوار هد السورية نضع جلسة وغي سمعت أنت عندما يكون الشارع لديه مطالب كثيرة يتمثل ذلك داخل المؤسسات إلى حدود الآن لم تمر جلسة لمسائلة رئيس الحكومة دون أن تترك جدلاً خلال وبعد انعقاد الجلسة جدل نابع بالأساس من طريقة الحديث كيف يمكن تحليل خطاب رئيس الحكومة حسب المختصين طابعتي في الله أنا لدي أخبار الملايير موضوعها في الأبنك عندي ما نقولش وخطاب ليس آمناً خطاب فيه تأهب وفيه براغماتيا سياسية وفيه محاولة لتكميم أفواه من يحاول من رئيس الحكومة ومن حزبه ومن محيطه ولو في جلسة دستورية وأيضاً الخطاب يتميزه بالشخص حينما يتحدث رئيس الحكومة ويقول حزب ديالي حكومة ديالي ووزراء ديالي على نفسه النهجة البرلمان المغربي بغرفتيه يشهد حالياً إنتاج خطاب يستحق التحليل موسيقى 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 تأويل ماكر للقرارين المجلسة دستوريين كل ما تملكه ديمقراطياً أن تستمع وتنصد فقط موسيقى موسيقى المزم والعدائي والثأري في بعض الأحيان هي نخب تبيع منتوجاً واحداً خطبياً تبيع منتوجاً خطبياً واحداً بطرق مختلفة هناك من يبيعه بالصراخ هناك من يبيعه بالتهديد هناك من يبيعه بإثارة الانتباه بلغة الجسد العنيفة عنف برهن عليه برلماني بالكشف عن بطنه وأخرون بما لمح حد السؤال لما ينتعش خطاب يوصف بالعنيف داخل قبة البرلمان مسألة يعني العنف اللفظ أولى الخطاب بين قوسين الشعبوي ليس هو ظاهر وريدة اليوم الجديد والذي يمكن القول لماذا يعني الآن الانتباه إلى هذا الموضوع بالضبط أن الناس أن مجموعة من الفائدين والناس العاديين اتجهوا اليوم إلى تتبع ما يروج داخل قبة البرلمان في لحظة يعني وجود حراك معين يؤسس إلى انفتاح معين داخل المؤسسة معينة يبرز هذا الخطاب الشعبوي وتبرز الشعبويات خطاب يوصف بالشعبوية فكيف يصف البرلمانيون أنفسهم ما يجري داخل المؤسسة التشريعية كين خطاب استهلاكي شعبوي تافه ورعيب عباد لاعيب الله يلعيب بالله الناس يتفرجوا فينا عرب حال السوق لا الله يلعيب سوق حمام شعبي كوميديا مهزلة تدخلات عجيبة لكيد لو صاف ستتناثل على الشبكة العنكبوتية في انتظار أن ينتقل البرلمان من إنتاج خطاب يطرح عليه إلى ربما أكثر من سؤال إلى خطاب ينتج أكثر من سؤال وأكثر من جواب ربما نقتل عليكم بدأوا بالمحطة الأولى لجلسة المسائلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة بين الرغبة في جعلها تمريرا ديمقراطيا جديدا طبقا المقتضيات الدستورية الجديدة وربما أنها أصبحت فرصة لتصفية الحسابات السياسية في كتشوف السي أفتاتي علش هذه الجلسة أصبحت يعني ينتظرها جزء كبير من رأي العام ليس لطبيعة يعني ربما المواضع التي تناقش فيها ولكن كيفاش ربما الإخراج ديلا غادي يكون شكل غادي يعير شكور والأصبحت تشويق ربما هو هذا أكثر من الموضوع ديلا أنا غير متفق لأنه هذا إلا استمر في هذا المصار إذن سأقول سأقول القضية أنك الطلب سأقول وقف أحتم على البرنامج لأنه لأن هذا التقديم الخاصة لمرتبط المجلس المستشارين أنا على مسؤوليتي مخدوة أنا نتبع تلك الجلسة البائيسة فأكثر من المراك يوريوا تصور الشباب في الاتحاد الوطني الشغل بينما الحصة المشاركة لهم لا تسوي شيء طيلة ديك المهزة اللي كان ديك الأمسية ديك سمحوا لي ممكنش نقلوا للمغاربة هاد الصورة وإلا نادعوا المغاربة لتتبع الجلسة دي المجلس المستشارين في النت هذا غير ملخصة السيافة لا 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 لأسمح لي لأنه من هذا انتقلت القضية دي المساءلة الشهرية المساءلة الشهرية تباشو خسن فرقوا ما بين جوجد الحويج اللغة دي الخشب اللغة دي النخب اللي مخدومة اللغة دي الشعب أنا اللي في العلم ديالي هو أن الجلسة الشهرية يعني النسبة دي المتابعة ديالها يعني مرتفع بمعنى الناس كي تصلحوا مع السياسة صحيح حد السياسة خسن أهلوها ولكن هذه الأشياء ما يمكنش نقفزوا عليها هذا واحد الواقع ما يمكنش نقفزوا عليها ببارك الله يرحمه تيقول سياسة الحقيقة هي السياسة الحقيقية وبالمناسبة بالمناسبة بش ما يبقوا الناس كي يعودوا الحكايات اللي بإمكان المغاربة والشباب والباحثين يرجعوا للتقرير يعني الشهير اللي معروف التقرير التوري والاختيار التوري ثم يرجعوا للمنهج الاستقلالية الأستاذ عبد الفاسي الله يرحمه في 62 ثم الاختيار التوري هذا مؤلف الدر في يناير 62 وهذا مؤلف في ماء ثم يرجعوا للسجالات السجالات بين هذا الجوج بين هذا الجوج ديال الزعمة وهذا الجوج ديال الاتجاهات يعني في بداية الاستقلال ولكن هذا ما منعش أنهم تلقوا فيما بعد ذلك في الكتلة وفي غيرها ولذلك أنا بغيت الإخوان لا يوجد وقت وثانيا لا نريد أن نحل هذا لكي لا يتحسب هذا في إطار المصادر على المطلوب ولكن ما يهمني هو أنه في مراحل مفصلية من تاريخ المغرب كانت سجالات قوية ولكن عندها قبل استحققت المرحلة اليوم اليوم فيه السؤال هل سنتقل من الضفة الحالية التي فيها ارتباك إلى الضفة الديمقراطية يتحرك نفسهم بدون إدارة بدون فلوس هل سنتقلوا لكي ننهي الموضوع الفساد الذي يرى فيها الناس صباحا يرى المنتخبين وجزء من السياسين وجزء من المنتخبين يتحرك بانديت ويقوموا على ظهورهم هذا الذي ينتظر هل سنتقلوا من هذا أو لا هل سنتقلوا لكي ننهي على العدلة الاجتماعية ويستمر الظلم الاجتماعي المؤدين يخرب العمر بحالة يقول بنوخلدون وبالمناسبة نحن نسؤول على الوضع إلى البعض يقول بأنه هناك خطاب هذا هو مسؤول على هذا وبالمناسبة يتعبر بالكلاب الحراسة ضد المخالفين ويتعبر بالهروات وبالسلاسل بشحرر مقر وكان يسميه بباب العزيزية وكان يلعبر بالحمير ولذلك لا يمكنك تحسب هذا برنامج من خلال المستشارين ثم القضية إبراس الصورة عبد الإله وكأنه يبعد النقاش والسجال الذي تبعه الناس بالنسبة لي هذا السجال يمكن أن يكون ملاحظات ولكن هناك نقاش حول شيء اسمه فساد جزء من النخبة السياسية وهذا نقاش عمومي نقاش في الإعلام ليس نقاش نقاش ما تروح اليوم عندنا نخبة بالفعل جزء منها فاسد وما زال ويتصدر المشهد إذن هذا كيف يريد أن نقشه بلغة الخشب أستاذ المعدد المبركي يقول السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقية وهذا بالطبع بالعمق اللازم بالاحترام اللازم ولكن هذه الأمور محطيت من شيء دينا هذا واقع لا يرتفع المغاربة ومن نقاش دينا في المغرب العميق وفي الجبل وفي السهل وفي الحر وفي الشتاء فهم الفكا السياسة شوف سيكي هل هذا الموضوع السجال هو سجال في تاريخ العمل السياج لكن السجال مبني على أفكار على أطروحات أما اليوم احنا أمام تحول دستوري أساسي في تاريخ المغرب هالتحول الدستوري جاء بتراكم دي النضالات القوى الوطنية دي الشباب المغربي دي الأحزاب السياسية باش نكونوا أمام دستوري واضح وأمام حكومة مسؤولة وأمام مؤسسات مسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة ففعلا سنكون معا السيد النائب أن البرنامج لا أعطانا الأمور الحقيقية إلى هذه السنتين لأن هذه الخطاب لا بدأت اليوم هذا بدأت منذ بدأت الحكومة وبدأت الخطاب في إطاري البناء المجهول العفاريت التماسيح الدولة العامقة هذا شيء كان مقبول في واحد التاريخ اليوم نحن أمام دستور يعطي صلاحيات قوية لرئيس الحكومة رئيس الحكومة جاء بناء على شعار محاربة الفساد والاستبداد محاربة الفساد لا يكونوا بالضواهر الصوتية يكونوا بالإجراءات العملية التي يترأس اليوم النيابة العامة قبل أن نصلوا للتحول الدستوريجات في إطار هو وزير العدل لا يمكن أن نكونوا مع الفساد لا يمكن أن نطبعوا مع الفساد لا يمكن أن نسمحوا المفسدين لا يمكن أن نسمحوا أننا نضللوا الرأي العام بخطاب غير مسؤول رئيس الحكومة ليس هو أي مسؤول أفتاتي عامين ويستكلم لا يمكن أن يكونوا أن يعتبروا فاعل سياسي وكل يوم أمام مؤسسة رئيس الحكومة هذا رئيس الحكومة الذي هو الحكومة المغاربة كاملة ليس لدي العدلة والتنمية لدي جميع المغاربة صوتوا على العدلة والتنمية بناء على أحد البرنامج ومحاربة الفساد قول أو إجراءات بغينا اليوم ما هي الإجراءات العملية لدي المحاربة الفساد وبالتالي الواقعة التي وقعت في آخر جلسة ديال الأسئلة الشهرية أولا نحن نسأل السياسات العمومية كنا بصدد الحوار الاجتماعي الفاعلين الاجتماعيين ينتظرون إجابات عملي على هذا الموضوع نحن نمارسل معارضة وبالتالي من موقعنا كمعارضة نسألوا ورقبوا رئيس الحكومة ولكن هذه الأجوبة لم تكن على الحوار الاجتماعي كانت بناء نعود للفاعلين السياسيين وبمعرفة أن رئيس الحكومة يعرف أن هناك من يهرب وهناك من هو متابع فقلنا لا بد من أن نقطة نظام في الحياة السياسية المغربية ما هي هذه نقطة نظام؟ أن نرجع إلى المؤسسات حرمتها وما هي حرمة المؤسسات؟ لا يمكن أن نصرح لا يصرح أي واحد لا يمكن أن نصرح استقلال أو أي فاعل سياسي يبقى يتابع منها بباوة ودب وكل وقت قال شي كلام وأنبقوا دائماً داخل الردات المحكم وكل يوم أمام رئيس الحكومة لم يمشينا نحن لم يقلنا شيء هذا قلنا جوج الأمور أساساً المتابعة من الرئيس الحكومة يعني إما أنه يمارس قدفان وإما أنه يتستر على مجرمين وبجوجب جرائم في إطار القانون الجنائي هذا الجانب الأول الجانب الثاني كي نخلط عند الرأي العام في مواضيع متعديدة نحن نحن مسؤولية في جوزء من تاريخ المغرب كم لها 22 سنة في 50 سنة كنا ننسير وزارة الصحة كنا هذا الموضوع اللقاحات العنواتين فيه واحد الخلط حنا طلبنا بالجرية لتقصي الحقائق ولكن في جوزء هذه الصفاقات صفقة اللي دارت في الحكومة السابقة وصفقة الحالية لماذا؟ لأننا نريد تخليق الحياة السياسية الطابقة السياسية تم الإجهاز عليها في تاريخ المغرب لأنه كان صراعا ضد القوى الوطنية والعزاب السياسية وتم استعمالها كآلية في العمل المصراحي وما إلى ذلك وكل يوم السياسين في مبينهم السياسين في مبينهم يجب أن يكونوا مسؤولين نحن نحن ضد محاربة الفساد ولكن ضد التمييع الحياة السياسية وبجميع المرجعيات ومجمع المرجعية الأخلاقية هذه الناس الفائلين السياسين لديهم أسار لديهم عائلات وبالتابعة نحو الكلام على عواهنه والمساطر القضائية اللي فعلا تخصوهم المغرب يعرفون المفسيدين لأنها الخطة طال يمكن أن نقوله ثلاث شهر الأولى كافية ما كافيهاش الرئيس الحكومة جافت جالسات أعطاه إعلان دي النوايا ولكن هذه القضية بينما سنتين ونحن نجدر نفس الخطة كافة اليوم سنعرف من المفسيد ومن غير المفسيد ويجيب محاسبة المفسيدين ماشي غير الجانب الخطة بالممارسة القضائية التي تحترم المؤسسات قابل ذلك سيغرين وشكتشوف أنت أنه التمرين الديمقراطي في هذه النقطة اللي ولدي لجلسة المساءلة الشهرية أنه يستجيب على الأقل الموضوع الشق الحقيقة وشق قول أشياء بمسميتها أولا ربما يعني زغى عن هدفه هو مساءلة رئيس الحكومة دوريا حول السياسات العمومية هو إنجاز مهم جاء به الدستور الجديد والليغس يكون مناسبة لكي يقدم فيها رئيس الحكومة ما أنجزه في ميدان ما من السياسات العمومية وأن يكون هناك نقاش لكن قبل أن أتقدم في هذا الموضوع لابد من الرجوع إلى مسألة أترىها الأستاذ الكيحل وهو أن هناك من يتضرر فيما يتعلق بتصريحات سياسيين كيفما كانت مسؤوليتهم أظن بأن الحل في هذا الإطار ليس أن نخلق نقاشا وسجالا حول هذه المواضيع بل أن نفع إلى دولة الحق والقانون وأن نذهب إلى العدالة لكي تقول كلمتها مع احترام العدالة في عملها بالرجوع إلى مسألة السياسات العمومية المفارقة هو أننا الآن في إطار يسهل النقاش السياسي العميق هناك وسائل الإعلام تطورت الإعلام السمعي البصري هناك برامج بأكثر عدد نتمنى أن تكون أكثر ولكن خلص يكون كذلك المنتوج السياسيين كذلك قادر على أن يغدي هذه البرامج هناك القنوات الإلكترونية هناك الصحافة المكتوبة هناك الإداعات هناك كذلك قضايا كبرى الآن يجب أن نتعمق في نقاشها مثلا كيف يمكن أن نفعل الدستور لأن المفارقة وهو أنه في إطار دستور يعتبره جميع الملاحدين والمراقبين الأجانب كتقدم في إطار هذا الدستور الجديد تصوروا أن المغرب كان في مؤشر الديمقراطية في 2011 قبل هذا الدستور في رتبة 119 الآن بهذا الدستور أصبحنا في 136 بمعنى أن هناك تأخر الإطار دستوري تقدم الجو العام والمواضع المطروحة وهناك كذلك مادة أولى تقدمها المؤسسات الدستورية إذا ما اطلعنا على كل ما تقدمه المجلس الوطني لحق الإنسان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقترحات يمكن أن تغني نقاشا المقترحات للمجلس الوطني لحق الإنسان ومن تقدم برسالة ومقترح رسمي يطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحكم به النقبيون ولا أحد يناقش هذه الأمور المجلس الاقتصادي والبيئي تقدم بمقترحات فيما يتعلق بإصلاح الجبيات وأعطى مقترحات 88 أظن ولا من يناقش ولا من يقول هذا رأيي وهو قانون المالية جاء بأشياء فيما يتعلق بالضربة على القيمة المضافة على عدد المواد التي لم يكن وليس هناك نقاش لنقول هل صحيح أم غير صحيح إذن إذا كان إشكال يجب أن نرى هو الفاعل السياسي الفاعل السياسي في المغرب يجب إعادة تهيله لأننا نشتغل بأحزاب بنيت في واحد المرحلة في تاريخ المغرب كانت إما أحزاب إدارية أسسة الواحد الهدف وإما أحزاب كانت فقط للمعارضة وهذا النموذج الحزب المغربي أصبح غير صالح وأقولها بصدق للمغاربة والمغربيات وبهذه المناسبة أوجه نداء لكل الكفاءات الموجودة في هذه البلاد لكل الدكاء الموجودة في هذه البلاد اقتحموا الأحزاب السياسية اقتحموا هذه القلاع لكي تصبح حقيقة مفضاءات للدكاء المغربي للعبقرية المغربية المغرب ليس عاقير عندنا أفكار يمكن أن نصدرها أسمحوا لي أنه تنرب فعال لأن هناك بعض الأشياء لا يمكن لك تكلم عليها بهدوء لأنه أنا شخصياً أشتغل في الحق السياسي في غروف كانت صعبة جداً في الماضي ولكن لم أرى وهذه شهادة لم أرى الانحطاط الذي وصل إليه الصراع السياسي والخطاب السياسي والممارسة السياسية ليس فقط بين الأحزاب بل حتى داخل الأحزاب وعلينا أن نقول كل الحقيقة فيما بيننا لأن التشخيص هو بداية العلاج سي شرق وروداني بالعودة لموضوع الجلسة المسائلة الشهرية رئيس حكومة يقول قال أكثر من مرة بأنه كل مرة كي يجي الجلسة المسائلة الشهرية يأتي بحسن نية الأساس أن يستمع لانتقادة البناء والاقتراحات خصوصاً من طرف المعارضة وبأنه في كل مرة يستفز ما تشوفونتما بأنه هذه الملاحظة وهذا تقييم في محله أعتقد بأن لابد من التذكير بواحد المرحلة بواحد المسألة مهمة جداً أنه دائماً البرلمة المغربي كان بحقيقة هو ساحة وباحة للتدافع والصراع السياسي العقلاني الهاتف وقع جوج الملتمسة الرقبة وقع في الملتمسة الرقبة بادي 63 وملتمسة الرقبة بادي 1991 كان البرلمان إجماع توافق حول المؤسسة دي الدولة وكان واحد نقاش هادف وكان واحد تصورات اللي أعطيت المغرب هذا الشعلة يعني في الديمقراطية دياله اليوم باش كيجينا باش كنشوف ما يقع الآن وما يقول السيد رئيس الحكومة السيد رئيس الحكومة يتكلم كأنه لم يفهم دور المعارضة المعارضة دورها ماذا؟ هو الانتقاد ما شح لك نحكمه؟ هو لك يحكم هو اللي عنده الآليات هو اللي عنده البرنامج هو اللي عنده الموارد المالية هو اللي عنده الوزارة نحن حكومة كنواب في المعارضة علينا أن ننتقد وهو كرئيس حكومة يجب أن يفكير بأنه رجل دولة ورجل دولة في واحد المواصفة لمواصفة ديال امتساس الغضب وديال الاستيعاب ولا ينزلوا إلى الاستفزاز لأن المعارضة في جميع بالخطاب البرنامجي الخطاب ديال التجربة النيابية هو خطاب مسؤول متعارف عليه يعني تتلقى رئيس الحكومة عنده واحدة صور خاص وأنه يكون في إطار التفاعل الإيجابي حتى وأن المعارضة استفزته ولكن رئيس الحكومة يجي ويقول لك في الخطاب دياله أن بعبارة أخرى ومخصناش ندخله في هذا اللي ديطاي يقول لك أن المغرب لم يكن قبلنا ولن يكون بعدنا ماذا ستنتظر من هذا الرئيس الحكومة؟ كان عملية خويف وعملية الواعيد وعملية عندما نقوم بمسألة الحكومة والمعارضة كان إشكالية ديال الآن أعتقد أن الإشكالية ديال سيد رئيس الحكومة أو الحزب الأغلبي أو عنده إشكالية ديال مفهوم الدولة هذا هذه حقيقة إشكالية مفهوم الدولة ما عندهش تصور ديال رجل الدولة كيف شخصه يكون؟ اليوم كتجي المعارضة نحن تقول لك المعارضة أنتما كالرعد وكالبرق الذي لا يمطر نحن تقول أننا كمعارضة قدمنا 67 اقتراح تعديل في القانون المالية ولم يقبل تقبلوا منهم عارضة واحد جوج ولا ثلاثة قدمنا مقترحة قوانين جاءت الحكومة قامت بمصادرة البرلمان اللي حقوا في تشريع ونعطيك قوانين مقترحة قوانين اللي قدمناها والحكومة ما بغاش نقشها نعطيك القانون اللي قدمنا نحن في فريق الأسر والمعاصرة القانون المنظم للتعليم العالية 001 ومجموعة من القانون المشروع القانون المقترح القانون تقصي الحقائق والإشكاليات أنا أعتقد بأن اليوم الحكومة التي أمامنا عندها مشكلة مشكلة تصور المعاملة ما بين المعارضة وما بين الأغلبية وتنظر للمعارضة بمقاربة صغيرية مقاربة إقصائية وهذا هو اللي يمكن أن نعالجه اليوم المغرب لا نريد الدستور الحالي في المغرب لا نتكلم عن الديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية التمتيلة نحن تجاوزنا هذا الدستور المغريبي اليوم يتكلم عن الديمقراطية التعاقدية ونحن نؤمن بالمغرب الممكن هيئة الإنصاف والمصالحات قرار الخمسينية الذين يتكلمون على المغرب في توجه خاص في توجه استراتيجي ولكن عندما نأتي كمعارضة في تصورنا ونقدم تعديلات ونقدم ونشتغل الحكومة تقوم بعملية المصادرة تقوم بعملية يعني إن لم أقول الحكومة اليوم يعني سأقولها تفتقد الأخلاق دستورية لأنها لا تتعامل مع الدستور المعارضة تم دسترتها بالفصل عشر من الدستور وأعطاها الدستور حقوق كثيرة كقوة اقتراحية وملتمز رقابة وأشياء كثيرة وكتجي الحكومة بتفاعل بمقاربة إقصائية وكتقوم وتجي رئيس الحكومة يحاول يقوم بعملة الوعيد والويل والويل من أشار إليه بسوء وقال وأنتقده فاتم مكة عنده نسوي كثيرا القاموس ولا المصطلحات ولا المعجم الذي يستعمله الفورقاء هناك من أعتبر بأنه قاموس ربما جديد في الحق السياسي المغربي أعتقد بأن القاموس في حد ذاته التي تستعمل هو كيعكس أزمة الخطاب السياسية لأنه نحن كمتتبعين كان حاول ما أمكان نتبع الخطاب الذي يسائل رئاسة الحكومة وسائل الوزراء في ما يتعلق بالسياسات العمومية ماذا فعلت الحكومة في هذا المجال وفي هذا المجال فإذا بيك تتحول الأمور إلى سب وشتم واتهامات متبادلة من جميع الأطراف أنا أريد أن أتحدث عن هذه الجلسة الشهرية الذي ملاحظة في ما يتعلق قبل هذا الدستور كان الجميع يطالب بأن الوزير الأول السابق في الدستور السابق يحضر إلى البرلمان كان يحضر مرة واحدة فقط لتصريح حكومي وكان بعض النواب يطالبون لماذا لا يأتي الوزير الأول للمساءلة وذلك كان فراغا عنه دستوري الآن الدستور الجديد يعطي إمكانية أن الرئيس الحكومة يأتي لبرلمان للمساءلة أمام مجلس النواب وأمام مجلس المستشاري وفي النظام الداخلي لمجلس النواب يعطي الإمكانية ليس فقط سؤال محواري وإنما أسئلة حتى فرع أسئلة مباشرة وهذه مهمة بالنسبة الأحزاب المعارضة ومزينة حتى الحكومة لكي تبين السلسة مع الأسس أن ما الذي يقع لأحد الساعة في هذه المساءلة الشهرية وأنه يتغع لها واحد الخطاب الذي يتبادل الاتهامات وهو الذي يتغع له وسائل الإعلام التي تعكسها فيما بعد ما الذي يبقى أرغم أن المحاور التي كالترح هي محاور مهمة وأساسية لأنه أنا أظن وكن أخلص لهذه النقطة أنه يأكس أحد الأزمة الخطاب النقطة الثانية التي أريد أن نشير لها وهي المسألة المتعلقة بتبادل الاتهامات هناك جزء من هذه الاتهامات بالنسبة لنا كمتتبعين وبنسبة للرأي العام مهمة أحيانا عندما تكون هناك اتهامات ضد بعض السياسيين وبعض النخاب يعني هذا موضوع يتير يعني شهية وسائل الإعلام ويتير فضول الرأي العام لمعرفة حقيقة ما يجري مثلا فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي أتير في البرامة في آخر الجلسة ما يتعلق بقضية الشقاق باريس أو ما يتعلق تغريب الأموال الخارج أو موضوع اللقاحات التي أترسل يعني أنا أترسل لديه تساؤل فقط يعني بالنسبة هذا الموضوع طرح منذ فترات يعني طويلة لم يطرح الآن ولكن عندي واحد تساؤلات حولها لماذا لم لم يتم يعني الحديث عن هذا الموضوع بتفصيل لأن هناك أشخاص الآن يعني توجهوا له انتهامات يعني قد يكونوا أبرياء ولكن لم يتم توضيح الأمور مثلا موضوع اللقاحات ولا تبعتم ذي أنا وزير صحة الحالي أراها تكلم في البرلمان وتكلم في حوارات صحفية أن هناك هذه الصفقات كان فيها اقتلالات وتكلم بأنه ولغاء صفقة كان فيها ثلاث سنوات وجاء في الوسط السنة وطلب من الشركة هذه اللقاحات أنها توقف صفقة وعاود معهم الاتفاق بمبالغ أقل بكثير من المبلغ اللي كان وبالتالي فيطرح تساؤل هنا كان مفروض كان مفروض أن البرلمان يتحمل مسؤولة تدير لجنة تقصي حقائق كان ممكن أن هذا الموضوع يمشي للقضاء طبعا وزير صحقا أنا مهمتي قم تبيرها وعطي تقرأ المجلسة على الحسابات لكن هناك تساؤلات لأن هذه إشكالات هذه أموال عمومية الرأي العام نحقوا أنه يعرف فإذا بالنسبة ل جزء من هذه النقاشات اللي فيها اتهامات إيجابية نرى أنها ظاهرة صحية لأنه كان في واحد الوقت كان واحد النوع تكتم غطي علي نغطي عليك وما كان تشكدوا الأمور الآن هذا الموضوع هذا ظهر وبالتالي فكان ممكن معرفة الحقيقة في هذا الموضوع هذا الموضوع يعني حادث بأنه فعلا هذا شيء وقعه في 1998 ولكن تبقى السؤال حول تسويت هذا الوضع مع مكتب الصرف كيف اجتمت وفي أي ظروف لا بد من توضيح هذه الأمور للرأي العام لتكون الأمور واضحة نرى سيفستي كمانشيت عقبة الأفكار نعم نعم أنا أعتقد بأنه هذا سجال سياسي يعني صحي ومرتبط يعني بأمور وهي من صميم الاهتمامات للناس الإزاحة هذه النقاش من السياسة إلى القضاء أولا هذا ليس إختصاص حصري للقضاء للقضاء أن يضع يده على ما شاء من قضايا ولكن هذه الإزاحة فيها تضييق لواسح وفيها واحد النوع من تكميم الأفواه من الإرهاب للناس وخاصة المجتمع المدني والإعلامي ثم فيه تضليل القضاء ليس هو الأستاذ مصطفى الرميد أستاذ مصطفى الرميد رجل دولة القضاء ليس ملك للعادلة والتنمية ولا للحزب ولذلك دعوكم من الأستاذ يعني مصطفى الرميد ثم اليوم بالنسبة للعموم المواطنين ما هو التعريف لهم العدد للأحزاب اليوم تعمل من خلال ما يسمى بالمعارضة ما هي هذه الأحزاب هي استفادة يستفيدوا سيستفيدوا أو لا بتلاتة أو لا للزوج لا يوجد أي شيء أخرى الأخذ الذي يتكلم اليوم يقول للمعارضة ورئيس الحكومة وكأناد الحصة والمحاسبة ومحاكمة رئيس الحكومة يقول لنا كيف تشكل التيار تشكل بالشكارة وبجماعة من المتياثرين وكان المهمة هي مواجهة العدل والترمية مواجهات التيارات سياسية المستقلة كانوا من مورانا يفوتوا الأخوان وغيفتوا الأخوان وغيفتوا الأتحاد لأنهم لا يمكن أن يأتيوا ويقلبوا لنا الحكاية ويقول لهم معارضات طبيعية غير صحيحة ويقلبوا ويقلبوا واحد عشر سنوات ويقلبوا 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 بالدولة الموازية وبالأجندة محاربة الأحزاب والمناسبة لا يوجد مستقبل للمغرب بدون سياسة المستقبل المغرب في السياسة لا يوجد شيء أخرى يقول لنا تنمية تنمية من بعض سلنا انتهى اليوم ويقوم الشعب سيحكم نفسه بنفسه ويضبر الإمكانات الخبزة سيكبرها ويقسمها لا يوجد ممكن ما الذي يريد أن يترضى أحد الملاحظة عند علاقة مباشرة أعتقد لا أعتقد أن اليوم عندما نسمع هذه العبارات يعني للأسف هو نفس سلوك السياسي والخطاب السياسي الذي نسمعه في البرلمان من عند الأستاذ أفتاتي والذي يريد للأسف أنه يجدر تقفة العنف السياسي في المغرب عندما نتكلم نحن فالمشترك بيننا هو الوطن ونقولها الوطن يبدو مواطنة حقيقية لا تقدو أن تكون الانتهازة ووصولية وعندما يكون المشترك غير الوطن مشترك آخر شيء مستورد من الخارج من المشرق فهذا لن نقبله في المغرب ولو على أرواحنا هذه البلاد مغاربة مغربة مغربة الإسلام المغريبي الفكر المغريبي شيء تنظيم أخر من الإخوة المسلمين هذا لن نقبله في المغرب من يريده مقاربة إلا فهمت الفكرة يعني بما مفادوه بعد دعوات لحل حزب العدل والتنمية وحركة الوحيد والإصلاح بالاعتبار ارتباطها نظيم العالم لم نطلب لم نكون لا نود لا استسمح نحترم الأحزاب جميع الأحزاب السياسية المغرب أحزاب كانت لها شرعية وطنية أو أحزاب كانت لها شرعية ديمقراطية حزب العدل والتنمية حزب محترم ولكن هناك فيه عقلاء كما فيه هناك ناس لهم سلوكيات خارج المشترك الذي يؤمن به المغرب أجمع من يريد أن يجدر فكرة العنف السياسي في المغرب وهذا إن يعني لبقات في الوقت ومشت في الزمن ستكون مشكلة سياسية في المغرب سيخلق نوع من التطرف السياسي من الإرهاب السياسي من الجريمة السياسية يعني من العنف السياسي وهذا لن نقبله نحن الآن إن كنا نناقش فنناقش السياسة في المغرب على ضوء دستور 2011 نناقش استشرافات المغرب 2014 2050 ونقول المغاربة كيف نحلو المشكل ديال الاقتصاد ديالهم كيف نحلو المشكل الاجتماعية ديالهم ولا نقص أحدا ولا نقص أحدا ولكن يلجوا للأخ بغاية ضرب العنف السياسي وبالعنجة هي السياسية ويريد مبارسة نوعي من الأفكار السياسية الخارج المشترك للمغاربة فهذا شيء آخر طيب نرجع لك السياسي أفتاتي في النقطة ديال ديال رئيس الحكومة في الجلسة الأخيرة ديال المسألة الشهرية يعني اتهم أشخاصاً دون ذكرهم بالإسم امتلاك شقاق تهريب أموال الذين يعني يعني لاحظوا على خطاب السياسي الرئيس الحكومة أنه إذا كانت لديه حجاج يعني وبراهن على ما يقول فبإمكانيه مثلاً يوحلها على القضاء أو ليلا ما كانتش إلى ما كانتش عنده فهذا ربما كيدخل في بيب القدف هو شوف نحسب الفهم ديالي هذا ما فيش فيش تيها كي القراءة ثالثة كي اعتبره في طبيعة العفوية للرجل آه نكمل شوف احنا في العادلة والتنمية سألنا مع لغات الخشب احنا أولاد أولاد شاب وكنت تعلموهم في إطار التراكم من مختلف الفرق وأنا شخصيا متأبط لفكر على الله يرحمه والوزاني والمهدي بن بركا وحد عدد الكتابات باستمرار وإحنا عليها تناعم والأستاذ اسماعيل علاوي والأستاذ حردان والأستاذ بن سعيد والأستاذ بن عمر والأستاذ عصمان هؤلاء كلهم رجالات طبعا إحنا يعني يسرنا يعني أن نقول بأننا نستفيد منهم ونحن مستعدين باش نتلمدع لهم يعني باستمرار ما حينا كانوا كلمة تبوريضاء وكلمة دكشيب أنا شوف أنا اليوم اليوم كين كتاب تمال الحرية أنا كنت لمنكم ترجعوا تلقوا في النقاشات اللي ضرت فيه بين المقاومة والحركة السياسية في الثلاثينيات وأدعوكم للعودة للنقاش اللي ضر ما بين جيش تحرير وبين الحركة السياسية في وقت من الأوقات والذي أفضل لغتي يلعب بس المساعدين ثم أدعوكم النقاش بين المراجعة النقاش اللي ضر بين حزب استقلال ثم الشورة والذي أفضل اللي ضر بريشة هذا التاريخ ولكن التاريخ دينا كاملين ما يمكنش اليوم يجي تقال لأننا سألنا مع لغات الخشب وكان قولوا دك شيء اللي كاين اللي تقولوه الناس واش المواطنين ما كي اعتبروش بأنه جزء من الطبقة السياسية فاسدة قولوا صحيح فاسدة وزيادة كيشوفوا فهدارت لها بس على ظهرهم بالمنح والشقق والبقع والصفاقات والعقار والملك البحرية ما شيء معروف ولكن السيافتات لا وهذا ماشي المجال ديالوح الحصري القضاء لأنه يكون عندي أدلة نعم خلنمشي القضاء ولكن عدنا مؤشرات كاملين عدنا كل مؤشرات على الفساد ولذلك الأستاذ أحال بن كيران أحال على نقاش ليه هو في الصحافة وفي الإعلام ويبدو على حسب الفهم اللي كان عدنا أنه رائش أمام المحكمة بين يعني سيدة وبين مدنية ديال 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 لذلك هذا ما فيش تيهم وبالمناسبة ده بكين واحد المحاولة يعني في إطار يعني التضليل ديال نمشي نمشي يعني القضاء وفي الدهب ديال القضاء كيبان بأننا ما ما نت تش إشكال خير صحيح خلص الناس تقول تتعبر أنا بالنسبة لي الإنسان اللي عندهم مصداقية يغنيه البلاغ يغنيه البيان واش عمر شي واحد تهم الأستاذ يوسفي الله يذكره بخير عمر شي واحد تهم الأستاذ المساري عمر شي واحد تهم الأستاذ العلوي اسماعيل العلوي ولذلك هذا سجال ولكن سجال ينطلق من معطيات عند الطبقة السياسية كلها في الموضوع الممتلكات كل الطبقة السياسية كتعرف بأنه جزء من الطبقة السياسية عندها يمكن على بطريقة خرجت الفلوس بطريقة المساري وكثبتها بطرق غير مشروعة الطبقة السياسية كلها كعب لا لديش الأدلة بصح المؤشرات لا الفرق بين المؤشرات والأدلة سيلك حل سيلك 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 رئيس الحكومة لم يذكر شخصا أو طرفا بعيني وعليش أعتبرتم أنتم في حزب الاستقلال أو بعض الأعضاء في الحزب أنهم معنيون بهذا الاتهام ولأن لدي بعض الأمور التي تكلم عنها والموضوع اللقاحات هذا موضوع أولا حزب الاستقلال اليوم والتي طلب الجدد لتقصي الحقائق رسميا الفارق الاستقلال اليوم يدعو باقي ولا أبغاء العدلة والتلمية أو لأي فارق يجي وقع معنا فهذا هنا رسميا نقول لكم هذا بلآن وأن هذا رسميا وقرأ لجنة تقصي الحقائق في موضوع اللقاحات هذا لماذا لأنه كما قلنا لا نجاوب منها باوادب لأن هناك بعض الناس يحاولون ما يمكن يصدرجوا طبقة السياسية من أجل زعامات إعلامية وكل يوم أمام رئيس الحكومة سي أفتاتي يتكلم عن المؤشيرات وكما رئيس الحكومة لا يوجد حق يقول للمؤشيرات لأنه لديهم إمكانيات كلها سي الرميد رئيس النيابة العامة والنيابة العامة مسؤولة تتحريك الدعوة العمومية وبالتالي عندما تكون أدلة أنه كيف يمكن تكلم عن حق القانون ومحاربة الفساد بالله عليكم سي رئيس الحكومة ويقول نسمعت وقرأت وكين الإعلام وكين كده رئيس الحكومة عنده الإمكانيات يعرف فلانا فسدان تخص يتحكم والمغاربة لم يصوتوا علينا من أجل محاربة الفساد والاستبداد لكي نعود نجولهم من نفس الخطاب ونقول مرة كين الفساد فساد كان في تاريخ المغرب وباقي ولكن فينا هو المفسيد من غير المفسيد هل محاربة الفساد بتركي المفسيدين وبيخلق فزاعات وخطاب وكين سيقول هذا كلام نائبة من الفريق الاستقلالي تحاول رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي وتنقطه وتعطيه الأصفار وريط من الأصفار كفا ما قال في مجالات معينة عجبا هذا الملف الله لا يدو العام ممارسة سياسية نحن أمام حكومة ومعارضة حزب الاستقلال أولا كان يجيب نائبة الاستقلالية وقال في الفيز تقفز لأن الفريق الاستقلالي ناطي كله تقول له قل أسماء ماشي ناطي تقول له قل أسماء قلنا شكونا هم المفسدين من تعني بالمفسدين وعندما يذكر الطبقة السياسية نحن كون هنا اللي قاسين نحيض غير بالشجر وخوة سياسية بالممارسة نحن كون مداني لا وحيض العدل الاثنمية استثناء الأخوان والطبقة السياسية أنا جزء من الطبقة السياسية مع العلم أن القانون الجنائي واضح أولا كان يجيب نائبة وقال لا أسمع القلبي الشعري هو حالة شادة من تسعو النص وجواب لا وكن دائما هو الاستثناء عنده هو القاعدة ومش هذا هو الموضوع وجات يقول لا انتين اعطيتني صفر سمع لإزاحة النقاش لنسده نحن نحفز اليوم رئيس الحكومة ليمارس سلطات الدستورية بأنه يبرك من الخطاب ويدزل الممارسة بإجراءات عملية هذا السيد مفسد عندي أذلة عندي غشوبها حتى نحن نحن بها المحكامة أما القوات الخطاب ونحن نحن تاريخ هذه الحكومة وقل بالله عليك منذ بداية حكومة الحكومة الحالية وحلته والمغاربة قالوا الحمد لله ها بدأت هذه الممارسة إذن الاختلاف ماذا هو؟ هو محاربة الفسد للجميع ويتفق عليها وكل الإجراءات والآليات هو الخطاب رئيس الحكومة كان مسؤولا كان في المعارضة خطابه إلى المعارضة أرى ما تسمع أرى ما تسمع وتحملت الطبقة السياسية بحكم تجربتها بحكم تاريخها وكل يوم يجب أن تتقال كلام يجب أن تشكيك آه هذا من المراشي ويجب أن تخوين الخير والشر إذن الذي ضد الحكومة هو مشوش وهو مع الفساد ويطبع من الفساد والركوب على مصطلح الإصلاح وأنه أي اختلاف مع الحكومة هو ضد الإصلاح وبالتالي هذا نوع من الخطاب شوفيني ما تخليش الناس تقفل الخطاب السياسي أسي درا كين حكومة تجيب إجراءات وكان معارضة تناقش الإجراءات بالله علي كلوب كان ناقشنا دي كل نهار في هذه الجلسة الشهرية هذا الموضوع ديال هذا شكل في الجلسة الشهرية حادة على نقاط سياسة العمومية وش المعارضة؟ المعارضة كلها جاءت تتكلم واندروا تحليل الخطب كلها جاءت تتكلم على قضايا أنها ما مرتاحهاش لأداء الحكومة في مجال حوار الجماعي رئيس الحكومة جاء وما يمتبرش علي شيء واحد اللي عنده ناس متابعين الله أريد حالة نقول له ما تتبرش على المغاربة إلا عندك شيء واحد عنده شيء أدنى سير المحكومة وهذه العملية ما شيء إزاحة النقاش لأنه هذه هي المسؤولية الحقيقية لأنه ما معنى إزاحة النقاش أنت نمشي لمؤسسة قضائية وأنا تنمشي للقضاء لأنني أتيق بأنه قضاء غير نهي هات نقاش إلا أنت عندك على الحسابات عندك التقارير عندك المفتشيات عندك كذا وما حركت شيء ملفاز قالوا كذا ولهذا اليوم نحن خرجنا المؤسس وتانيا كيف شاد الناس كانوا معك في الأغلبية بحل لواحد نوع من الخطاب السياسي اللي فيوا نوع من الانتهازية السياسية كيف شادت كنت تسببوا البارح وهو أفتاتي وقال لوسي بن كيران هذه تصريحة دياله كل أخطاء وكذا وسميتوا وعندي اللي ما صالح شيء المحكامة واللي صالح لأنه الناس كين أدوا لهذا المغرئب نشتغلوا في تاريخ المغرئب وداروا إنجازات على المستوى العملي ومن الموسى ما نحولوش العمل ديالهم ونضاراتهم وكفاحهم من أجل هذا الوطن لخطاب ضيق في مستويات ضيقة ونحيدوا على النقاش هذه يا إزاحة النقاش على ذلك المحكامة نشوف سيبل شقر قراءتك قرار مجلس قرار حزب السقلال برفع دعوة أو دعوة جوجة دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة وش ربما أنه هذه المسترة يعني سليمة القضاء وهذا أو ربما أنها سابقة في التاريخ السياسي المغربي هي سابقة مما لا شكفي يعني لا أذكر أنه في تاريخ السياسي المغربي أنه حزب سياسي أنه رئيس حكومة تهب أنه وجه اتهاما فهم منه يعني بتلميح أنه يقصد قيادات حزبية معينة ولجأ الحزب إلى القضاء هذه سابقة أعتقد بأن هذا مثلك يعني لا أرى فيه يعني مشكل لأنه هذا إذا كان هذا الاتهام خاصة أن الاتهام ليس هذه أول مرة يطرح ربما الجديد هو أنه طرح من طرف رئيس الحكومة لأول مرة ولكن هذا كان يعني على مستوى الساحة السياسية وفي الإعلام وبتبع نسبة للحزب يعني من المهم بنسبة لأنه يلجأ للقضاء بشي إنصف نفسه وش فعلا هذه الاتهامات صحيحة أولى وحسب ما بلغني أنه قيادة دي الحزب الاستقلال طلبت من جميع القيادات اللي توجهت لهذه الاتهامات أنها تتابع أنها تدير مساطر قضائية يعني ممكن تحت ضد بعض الصحوف يعني اللي انشرت بعض الاتهامات ضد بعض الأسماء حسب ما بلغني هذه غنز حلقة العملي هذه ماشي ماشي من الآن مثلا أنا تنتابع الجريدة دي لكم نعم في نشر خبار ضدي نعم هذه تقلبن واحدة تقلبن شهور وإذا قرار كنا نأخذنه الآن غير المتابعة يعني هذا ماشي يعني بالنسبة لي أنا حتى بالنسبة للرأي العام ومنسبة للإعلام مهم يعني هذه القضية نشوفها أمام القضاء كيفش غير تكون كيفش غير تكون هذه السابقة واش ممكن ولكن واش القضاء هل نفتر الإعلام بعد المرس كيفش غير تكون أخبار مغلوطة كاذبة هل القضاء سوف يحفظ هذه الشكاية أو سوف يفتح ملف إلى آخر أنا أريد فقط التفاعل مع المداخلة دي السابقة إذا أفتاتي واللي أعقب على السلك حول الموضوع دي المحاربة الفساد والاستبداد هذا الخطاب السياسي دي الحزب العدلة والتنمية وملكة في المعارضة واللي يعني بناء عليه كل يعني النقاش السياسي اللي كان قبل الانتخابات واللي وصل بها يعني بعد موجة الرابع العربي هو محاربة الفساد والاستبداد يعني الآن سؤالي السياسي لا أفتاتي يعني غير للتوضيح أنتم في إطار نقاش داخلي ونقداتي بلا شك أنه الآن مرت سنتين وهذا النقاش لازال نفس اللغة تتكرر رغم أنه مرت سنتين ولم يظهر على أرض الواقع بالنسبة الحكومة تحريك ملفات تتعلق بالفساد يعني قيل بعض الملفات دي المجلسة على الحسابات يعني وزير العدل أحالها إلى آخره ولكن لم نرى يعني ملفات يعني بالحجم دي الخطاب يعني تجسيدا للخطاب سعب يعني هذا الخطاب الآن ستنفيد بالمقابل أيضا يعني بالنسبة الحزب يعني يعني يطرح واحد المستوى دي الخطاب دي البناء الديمقراطي دي الأطرح دي الحزب ولكن الآن يعني كانت تبعوا بأنه واحد تأويل محافظ للدستور واحد مستوى يعني المستوى القوانين التنظيمية كان تأخر في إخراج القوانين التنظيمية كان تعطر يعني الإصلاحات الأساسية للحزب طالب اللي دعالها يعني سنتين ما جاتش ما بدتش كتخوف الآن يعني وخاصة لأنه سمعنا الوزير الدولة بالله يقول الآن الإصلاح المتاح الاستقرار والإصلاح المتاح فأشري أطروحها جديدة قبل ما يقوم الكلمة تفتد تفض سيجري لا غير يرجع الموضوع الخطاب السياسي ونأخذ جوج الأمثلة النقاش الذي يوجد فيما بيننا الآن النقاش الذي حول الفساد لا أحد ينكر بلادنا كان موجود ولا زال موجود وأنه لا يكفي أن نقول الفساد الفساد يجب أن نناقش كأغلبية وكمعارضة ما هي الوسائل التي من شأنها أن تزيل الفساد بالبلاد وهذه ليست بمسألة بسيطة يكفي أن نعلن عن نية الحسنة لكي ن نقضي عليها نفس شيء بالنسبة للريع الكلام عن الريع اقتصاد الريع إلى غير ذلك فالنقاش السياسي الذي يمكن أن يرفع من وعي المواطنين والمواطنات وأن لا يبقى فقط خطابا يتماشى مع عواطفهم لضغ ضغتها لكي يتفرجوا الخطاب الذي يرفع من وعي المواطن هو الذي يقدم مقترحات وينتقد المقترحات بتقديم البدائل هذا من جهة من جهة أخرى ما سمعناه في هذه الطاولة هو أن الخطاب السياسي المغربي لا زال يضخى عليه طابع التخويف نحن نحن البشر عندنا جوج الغرائز الخوف باش ممشوش الأخطار باش نستمرو و الشهوات وغيرها باش نناكلو ونجبو إلى غير ذلك وفي التواصل معروف عبر العالم بأنك إما اللي كيخوف الناس عندك عندك ها التحكم هكذا عندك ها جينا من الخارج إلى غير ذلك ولكن لكي يشتغل على إعطاء الحلم فتح الآفاق وفتح الآفاق لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت الأحزاب السياسية آلات ومعامل لإنتاج الأفقار المبدئة في كل المجالات وهذا هو إشكالنا نخوف نبحث عن فزاعات عوضة أن نقول ماذا يجب أن أقوم به ماذا يمكن أن أقدمه للمواطن ماذا يمكن أن أقدمه للناس الذين يتقن فيه بالإضافة إلى ذلك خطابنا السياسي هو خطاب لأنفسنا وفي أحسن الظروف لمناضلنا ومناصرنا وهذا العيب الأصلي في الخطاب السياسي في المغرب نلمسه في الدفاع عن قضايان الكبرى عندما نذهب في المحافل الدولية لندافع عن القضية الوطنية فنحن نتكلم مع الآخرين وكأننا نتكلم فيما بيننا وكأننا نتوجه لبعضنا البعض وفي طبيعة الحال عندما نقوم بتدخلات أنا على يقين بأن عدد من الإخوة الأساتد أحترمهم من بعد يخرجوا سأعيط الحزب أتبرك الله عليك ولكن أنت قل الحزب وإن أنت جاي لتأخذ خطاب الحزبك ولا صوتوا عليك صوتوا في المغرب رامق لال خمسات المليون عدنا خمستاشر مليون ديال المغرب خصنا نصالحهم مع السياسة وما سنصالحهم مع كامل وسمحوا لي بدون أن ما يمكن نصالحهم بخطاب لا يذهب إلى العمق ومدام أننا نتناقش على الخطابات ونرجعوا للسؤال القبيلة ديال السياسة العمومية ومناقشتها هو تمرين ديمقراطي جميل أن يقدم فيه رئيس الحكومة في ميدان ما ما تقوم به الحكومة أن تستفسره المعارضة والأغلبية أن يدافع كل وحد على رأيه ونترك لمن نترك للمواطن أن يحكم علينا نحن أصبحنا عوض أن نقدم مادتنا الأولى لقد غيرنا وظيفتنا بحال شي واحد كي يبيعه شري في شي حاجة وقلب البيعه شري بلا ما عارفه في عوض من قدم المواطن للأفكار والمقترحات حول تدبير الشئ العام بدينا نقدم لهم الفرجة بقينا نقدم لهم الإطارة والصحفي من اللي ما يلقاش عندي أفكار جديدة وغير ما يقلب تقلب على الإطارة وهذه الكرافطة دياله كانت مزوقة تالا ما قلت تنضير وانه ثم عندما نناقش هناك ثلاث مستويات في النقاش السياسي هناك سيقرين رأي نكمل هناك رأي نخلك لأن هذه ستكون تفيدنا في المحوار الثالث ديال كيفاش نبني الخطاب اللي كان طمحولي اللي كان طمحولي جميع السياف تأتي ربما لشي تعقيم على شي سؤال لطرح السيبر الشغر وشوف النقاشات يعني بعيدا عن السياقات فهمتي أنا أقول لكم يعني غتولي يعني مضلل لهم بس نعرفوا بأنه نحن اليوم إقليمين كنعيش واحد العالم عالم يعني مضطرب رأي الناس نجزوا طورات واليوم رأهم في خبر كان والاستقرار ديالهم الاستقرارات في مهب الريح وما الإصلاحات يعني أجلت إلى أجل غير مسمى الناس نجزوا الطورة وما شي داروا إصلاحات هادئة في إطار النبوغ المغربي لا هم داروا طورة ومع ذلك اليوم إيا ترى الوضع الكثير من الأقطار بالطبع نتمنى لهم يخرجوا من هذا الوضع والذي مطلوب مننا يعني في الغرب الإسلامي وفي إطار النبوغ المغربي أن نسعفهم وأن ندفعهم المصالحات والتوافقات والتسويات تاريخية ولذلك هذا لا يمكن أن ينحكس على المغربي سمحوا لنا نحن نحن مما كان يجري الترتيب له على المستوى الإقليمي لماذا يخاف على شيء يقول السياسة الحقيقة لماذا تتكلمون لغة النخبة لغة الخشب أو لم تتكلمون لغة 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 هذه النقاشات لهم يقول لماذا خرجوا ولماذا دخلوا ولماذا لماذا يدخلوا اليوم ما نطلب منه هو انتقال الديمقراطية لربما الفرصة الثالثة أو الرابعة لكي يمكن أن نجزو في المغرب كانت محاولة مع الأستاذ عبد الله إبراهيم وتم ما يفشلها وكانت محاولة مع الأستاذ بوستة ولم ترى النور وكانت محاولة مع الأستاذ يوسفي الله يذكره وتم ما يفشلها اليوم نحن في تجربة ثالثة أو رابعة مطلوب أن ننجز الانتقال الديمقراطي وعرض أغلبية ولكن نتوجه سؤال 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 بعد هذه المدة كلها رغم الأضطرابات التي كانت في العمل الحكومي وغيره في نصل طوي عمليا أنا أقولك في نصلنا اليوم لا يمكن أن يأتي وزير ويأتي بروحه ثم بالعائلة ثم بالحزب كما السابق وزارة معروف رأي وستاذ جاميع أنا أعرف أنهم يستطيع العمليات ويستطيع ويستطيع النقص أنا لديهم دخل 15 20 20 اليوم لا يمكن أن يبروه السكن فقط لا يمكن أن يبروه بفعل النهب ويأتي اليوم لا يمكن أن يأتي وزير ويأتي إلى الممارسة التي كانت في السابق لا يمكن أن يتوطئ مع نخبة فاسدة داخل البرلمان ويسمح للأستاذ كان الهم داخل البرلمان هو يضبر على الصفقات وهذا معروف بالمؤشرات إذا لا يمكن فالقودرون يمكن فالليدي شارج إذا لم يكن فالليدي شارج يكون في أمور أخرى لم يعد ممكن أن يقترب الأزراء إلى هذا الذي كان يجري إلى عهد قريب وهذا هو السبب للطراء لهم لم يمكن أن يفسروا اليوم ولذلك النقاش هو هذا رأي المواطنين بحل يشوفوا معهم جزء من المستشارين فاسدين بحل يشوفوا جزء من النخبة على مستوى عالي فاسدين راكموا تراوات لما يمكن أن يبررها هذا نقاش مصطنع هذا فرجة هذا هو الذي كيف هذا نقاش لا أريد أن نتر القضية تراوات الأستاذة ولكن سمحوا أن الموضوع هو التوظيف التوظيف وموضوع السكن من الطبقة السياسية يقولون لهم يقولون كيف تحصل على السكن لهم جزء من النخبة أصحاب الشكر لماذا لهم شكر رفاسان الذين داروا حال في الصفقة الذين كانوا مسؤولون على تقريب عشر في المياه من الإفساد في المغرب وما الحل مع هذا الآن سيجامع لا ماذا أول أخر سيجامع في محاربة الرئيس في محاربة الرئيس سيجامع ماذا يقولون في وضعية في وضعية في وضعية في وضعية اليوم اليوم كان إيرادة بحل كانت تباها فهذا ستستمر نفس الإيرادة لإنجاز الانتقال الديمقراط ولمحاربة ما يمكنش ما زال نرجع لدكشي دي المشحل المهم دكشي لا نحن نعود للحكاية دكشي دي القريمات نعم دكشي دي القريمات يعني كانت خطوة دي النشر اللوائح وصفق لها الجميع والجميع طالبة بأن تكون لك إصلاحات الإصلاح اللي اقترحت الحكومة في القانون المال 2014 هو من حال شراء هال قريمات لم قشرت لا 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 خلني أطرح لا خلني أطرح لا لا نحن داخل الحكومة قلنا بأن هذا لا يكفي وبأنه لا يكفي أن نعطي لوائح الناس بل يجب أن تخذ تدابر لا 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 تغضي تقلت الجميع صفاق نحن من داخل الحكومة لم نصفق قلنا بأن ما يجب أن نقوم به هو تدابر لكي نحل لا لم تقدم أي توضيح لماذا سحب هذه الخطة الإصلاح يعني ناسم إصلاح من نقل لكي هم 35% سيرو داني هو لا بد من باش نحاول نشوف هذه المسألة بشكل يعني من جانب آخر يعني هذه المسألة محاربة الفساد أو ربط المسؤولية بالمحاسبة هي ما عملة حتى حزب هذا المغرب الجديد المغرب الممكن كان تقرير الخمسينية كان هيئة الإصاف والمصالحة جابوا بوحد الصورات دير واحد المغرب على أسس المغرب الممكن المغرب المؤسس للديمقراطية التشاركية التمثيلية تعاقودية ثم كان خطاب دير جلالة الملك دير تسعود مارس لأسس لواحد المقاربة جديدة واستشرافية المغرب الجديد المغرب القوي المغرب الحاداتي المشروع يعني متكامل أطراف يعني ما يجيش حزب دابا اليوم يقول لنا رحنا لم يكن قبلنا المغرب ولن يكون بعدنا هذا شيء ما قد ننقبله اليوم نحن لكنا نتكلم نتكلم عن الخطاب السياسي داخل قبة البرلمان اليوم لدينا إشكالية في المغرب استسمع استسمع لدينا إشكالية كبيرة في المغرب هل رئيس الحكومة عندما يأتي إلى البرلمان يتكلم كأمين عامل الحزب أو يتكلم كرئيس حكومة لجميع المغاربة عندما يأتي رئيس الحكومة أمام البرلمان ويقول أنا كأمين عامل الحزب يمكن كلكم رغم لا يحتاج وحد عندي عنده الفلوس بالرأة هذا يتكلم كأمين عامل الحزب ويعتبر البرلمان كمحطة من برية لتسويق لا يتكلم مع البرلماني النوى بالبرلمانية يتكلم مع الرأي العام وهذا خطير خطير وخطير جدا لأن الدستور عندما جاء يقول بأن رئيس الحكومة في أمام البرلمان يخاطب البرلمان والنواب لهذا يجيب على الأسئلة حول يعني السياسات العمومية والإشكاليات ومطلبات المواطنات والمواطنين ولكن عندما يأتي رئيس الحكومة ويخاطب الرأي العام المغربي ويقصي النواب وأسئلتهم المحوارية والجوهرية فهو بالنسبة له البرلمان غير فرصة من برية لكي يكلم الآخر ولكي لهذا أنا أعتقد بأن اليوم ولكن هذا السلوك هذا السلوك يعني ليس بجديد على السيد عبدالإله بن كيران هذا سلوك قديم وعندما كان في سنة السبعينة الشباب الإسلامية هذا السلوك كان في خطاب وهنا كلمة راجع كبيرة يمكن أن تكلموا عنها عندما يأتي عضو من حزب اليوم الحاكم ويتكلم عن الطورة المضادة ويقول بأننا بالواعيد بأننا سأخذنا نخرج للشارع هذا كلام خطير هذه جريمة سياسية هذا الإرهاب السياسي يعني يجب أن نكون جد واعون ومسؤولون بهذا المعطاء أما من يقول بأننا اليوم يعني أن هناك أحزاب ربما لها يعني توجهات مغايرة نحن في حزب الأصارة والمعاصرة نؤمن بالحاضر ونستشرف المستقبل ونحلم بمستقبل للمغاربة مستقبل متكامل قادر على أن يجب على جميع الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنة والمواطنين لا نريد أن نقصي أحدا ولا نريد أن نبقى على يعني جامدين أمام عتبات الحاضر وليس نمهوسين بالماضي ولكن نريد مستقبل حبل بتقدم شغوف بالعنصر البشري المغربي الذي من شأنه أن يعطي لهذا المغرب قوة وأن يعطي المغرب تصور وحد المستقبل ظاهر إذا سمعت السيرويداني وهذه نقطة حافظ على النظام سيرويد لن أهضمك حقك أبغيت غير أبغيت غير تعقب لأن هذه النقطة ترى السيرويداني وكي ترى مجموعة من الفعيين السيرويدانيين هو أن حزب العديد الوكتنمية يتهم باللجوء ما يسمى الترهيب والتخويف راهما أو رجع الشريع أو رجع الطورة المضادة أو رجع تمنى الاستقرار هو هذا أبغيتك تعقب على هذه الفكرة القضية للترهيب هو هذه الإشارات التي شركت لها في بدايات الاستقلال ونحن نقشوه ولكن نخصنا المغربة لم يفهمنا هذا بأن الإصلاح يتم بواسطة إصلاحيين لا يوجد ناس لديهم علاقة بالماضي بالماضي البئيس واليوم ما زالك تصدروا المشهد السياسي لأن الإسبان قدروا انتقال بكل سلسل بدون ملاحقات بدون متابعات ولكن الناس فيهم ترسها بما فيه التيار الفرانكوي واخلي الشباب البسوية ومن بعد التحقب بهم اليساريين دي الجهات ثم اليساريين دي الحزب الشيوعي اليوم اليوم كان جزء من الإعطاب ديال يعني غير المرحلة التي من 2008 إلى 2011 اليوم بغيت صدر المشهد كي أعتبر نفسه لا بشكل صدر الإصلاح السيافتاتي لي في الحكومة وليق صدر الإصلاح عمليا نعم هذا هو الشغل تشغيل ديالنا وبالمناسبة لا يوجد نقاش يوجد نقاش في اللجان نقاش عميق أنا أعوض في اللجنة المالية وهو يوجد نقاش ويتفاعل بيننا وبين جزء من الإخوان ديال المعارضة ويتشي كان قوله وكان أعطوا الأسماء ديالهم وكان نوهو بهم في وقته وفي خينه وفي الإعلام شباب ديالنا والشباب ديال وحد العدد ديال الحزاب كانت تفاعل عميق ورصين وكان هذا النوع من النقاش وهذا بالنسبة لي عادي وبالمناسبة بالمناسبة لا يمكن أن نخلطوه المشهد السياسي لا يكتمل كان جزء من الإسلاميين ومجزء من اليساريين خارج المشاركة ديال المؤسسات خصنا نعطيه جاذبية جاذبية لهاد الصيغة بشهد الإخوان هذو يلتحقوا بالصيغة ثم هذا المشهد هذا فيه جزء متحكم فيه نعم متحكم فيه بواسطة الآلية ديال المؤتمرات كل يعرف هذا وش الناس ما عارفين بين واحد العدد ديال الحزاب تمت الفبراكات ديال المؤتمرات ديالها من أجل ضمان مخرجات معينة واللي هما اليوم يقوموا بإعطاب أنا أقول بإعطاب الانتقال الديمقراطي اليوم يجري يجري تشكيل مطلت ديال نعم تشكيل القوة الثالثة بحل اللي كانت إسرائيل أستاذ نعم معنا نعم هذه القوة الثالثة اللي كانت تكلم عليها الأستاذ مهد أبو ببركات واللي تكلم عليها الأستاذ اليوسفي في المحاضرة ديال بروكسل ديال بروكسل سيليكي حل ولان المتتبع اللي غيرت بعد الحلقة غيرت جوج ديال أفتاتي أفتاتي في بداية الحلقة وأفتأتي في نهاية الحلقة وعندما عندما يكونوا أنت يقولوا على الكلام يمكن أن يتفق مع الاستثناء والاستقرار وكذا وبيت أن يفعل ونفس شيء رئيس الحكومة ونفس الإطار لذلك اليوم نضرع الخطاب السياسي هذا الخطاب المظلومية والخطاب التحكم اليوم تنحسو به أنه رئيس الحكومة عنده عقدة مع بعض الأحزاب ومنها حزب استقلال لأنه كان يراه وكان يتدخل بشكل مباشر مع مسؤولين ومع برلمانيين استقلاليين من أجل مناسرة الطرف على الطرف لأنه طرف ما ينطلع السحامي تشابات أول ما قاله قاله أنا ما تمنعش بدأ الخطاب نحن بجل تشكيك هذا ما منقاش المشكل مع حزب أخرى ولا مع حزب استقلال ومع فكر استعلال ومع النقداتي هذا الحزب وقع له ومكروه لماذا؟ لأنه جاء ونسي خطبه مع السيد رئيس الحكومة ليس بلغة الخشاب بلغة الواقع هذا الخطاب اللي كنت تقول قبل الحكومة وفي المعارضة اليوم المغربة بغاءوا الواقع والملموس حنا الحركية دينا فعلاقنا برئيس الحكومة بلا تقبل ما تكون الله ميصر ولا تنسوا الأول ثلاثة يناير 2012 رفعنا المذكرة بطلبين من رئيس الحكومة وتقال آه يا ما شكو اللي قال لهم ديروا المذكرة واتشيرا فيه إنا واتشيرا كذا في الوقت اللي كانوا في صراع آخر مع الآخرين مع الأوحدين واحد صبرهم مفسدين ومصالحين وما اللي في صدور من حالة السابقة قلنا المذكير قلت امشوا عند رئيس الحكومة قالوا بغينا تصور هذه قيادة جديدة منتخبها يمنعبنا الشعب منتبك من خزنيت تقول أنا أبنى ولكن لا يعجبه بتقول لي واتناس قيادين بيننا عشياتين وضوحاها وبينتنختلفوا معهم بتقولوا إحنا عندنا الشوائد قاموا زوارة هذا كحي تسيروا نهبوا المهن هذا الكي حل مع مرسير ما دار ما عندوش مسؤولية عمش شوائد مزوارة معتشادة جايبة من ليبيا ومعتشابة وكذا وعندوه وكذا وتنولوا خطب آخر وإما تكونوا معنا وإما عندكم شي علا أو عندكم شي حاجة هذا الشيء ما شي غير هذا الإنتاج دائما ومع جميع اللي اختلفوا مع هذا الإخوان عندهم شي مشكل وهذه الناس نهبوا وعندهم طرقات وداروا كذا واشدابة المغربة جابوكم باش تعود لهم هذا الكلام ما تعرفوش هذا شيء المغربة داروا الطورة والتغيير في إطار هادئ مؤسساتية باش نجيبوا حكومة قوية بيدوستور قوي نغالي يظاهر الصوتية من الهنات للسنين هذه الكلام تقول على جميع المسؤولين نقال نقول على وزراء العدلة والتنمية على المسؤولين ديال 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 جماعات المحلية اللي كانوا ساكنين معنا فتن في حياة شعبية ومشاول ديور الله أعلم أنا ما تنقل شوش ديورهم ولا ما شي ديورهم ونقال نقولوا هذا الكلام ونتلفونهم غربها ونقولوا لهم رهد السياسيين كلهم غيرت يتحملون مسؤولية عما فاعلين فاسدين هذا نقول لكم يا سيدي خلقوا الحياة السياسية منعوا المغرب من هذا النقاش البيضانطي الردي باش ندخلون لمناقشة السياسات العمومية أي واحد فاسد يخصون يمشي الحبز المكان دياله ماشي في البرلمان ماشي في الحكومة ماشي في المؤسسات المكان دياله في السجن باش أنه حتشي واحد منكم إذا كانت باقي عنده رغبة هو وزير يمكن له يحيد كيف موقع في تركيا وكذا يقول آه يا رشرا في الحبز وهم بإلمتهم ما تتصفتوش الناس للحبز ويتتشقوا وتعودوا نفس الهدراء ديالك مملولين ودور نقد داتي لا يغيروا الله ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى أعطانا واحد العقل والرسول كان يتبغي يخطم الناس يخطم بواحد حكمة وما كيف تتوزيع التهامات إما مجرم إما عسان سليم خلينا في نقاش الدنيوي خلينا غير في نقاش الدنيوي حيثنا نخلط بين الدعوي والسياسي ونحن نحن نقول حزاب السياسية ونقول مثلا هذا القطب وخذوا في وسط هذا حركة الإصلاح والتوحيد حركة دعوية نحترم الحركات الدعوية ولكن أنت أقول أن حزب العدلة والتنمية هو دراعها السياسي هذا الخلطون بين الدعوي والسياسي والسياسي وبالتالي هذا فيه مشكل دستوري ليس نقاش بيزنط ليس اتهامات هذا نقاش نتناقشه على مستوى الدستوري نحن الحركات الدعوية تقوم بدورها وكذا ونحن لا تنخلطون بين الدنيوي والأخرى نحن في المغرب قوتنا هو أننا حافظنا على المذهب المالكي والعاقيدة الأشعارية التي خلت المغاربة كلهم تفرقوا بين المؤسسات الدينية والمؤسسات الانتخابية اليوم أفتيتي غير هذه هذه الشرط يقول هذه حكومة العائلات وهذه حكومة تقنقرات ولكن في اللجنة المالية وأنا أشفق بأنه يدافع عن أشياء لم يقتنع بها لأنه هذا وعي بالسياسة وأنا غير المغاربة تعرفوا تصلاحة سيفتاتي راجل الذي يطلقون يجاوبه لا يخبيش الأفعادة ولكن السياسة تضطره إلى أن يغيره من بعض الأمور لأنه سيد رئيس حكومة قد تعجبوا الخطابة سيفتاتي وبنت نظرتك لا أريد أن أفتاتي لقلق لا أريد أن أفتاتي لا أريد أن أفتاتي وكأنه الراجل الراجل تقدر ما يقوله ودول طبيعة الحركة السياسية فإذا به تنولي أنه هذا غير فلان هذا غير فلان سيد يخصي أنه أحد سلام سيفتاتي عندك جواب وقضاء على النقطة سياسية ما نقاشي نكام قوله اليوم وغيرا نقوله النقد إحنا مع محاربة الفساد ماشي إزاحة النقاش القضاء اللي مفسيد لما كان ديالو الحبس سيفتاتي عفل حالة لو تنمية ولا في حزب الاستقلال ولا في أي حز سيفتاتي لا عندك شي جواب مقتضب على هذه النقطة باش ندزل للنقطة الأخيرة لا لا ما عندك شي تعقيم إذن هذا شيء عادي فهمتي كده أمور لي ولكن شوف ملخص الفكرة أن السيافتاتي عنده قناعات شكل ولكن لازلت على نفس القناعات وأنا أرجو أن ألقي الله وعلى وأنني على نفس القناعات نحن في العدل وتنمية ما عندنا مصالح شخصية ولا في أيها ما عندنا ما نقسمه مع بعضنا حل واحد العدد ديال الأحزاب واحد العدد ديال الكائنات وهذا هو الفرق بيننا وبينهم الفرق بيننا وبينهم أننا أننا تجمع إصلاحي وفكرة إصلاحية بامتياز ماشي يجمع المرتبطين بالهموز وبعندي عندك وأنا أنا إنسان قال أنا ولد مخازني وغادي نموت إن شاء الله على هذا الحال طبعا ما طامعين في حاجة وفي نفس الوقت ما خايف أنت من شحد وسنقول الذي ينبغي أن نقوله في كل الأحوال وغادي نستمر لأنه هذه بالنسبة لنا فرصة مع الإخوان ديالنا في الأغلبية باش نسهمو في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من ضفة إلى ضفة بالأشياء هذا بالليقال وحد العدد للعمق والنقاش للسياسة العمومية ولكن في الرد النقاشات إحنا هنا دوزنا سنة سنة في الحكومة ستولي المعارضة ديالنا نص نص قدموا نص برنامج قدموا برنامج فقراء قدمها فقراء إجراء قدموا إجراء قانون مالي قدموا قانون مالي واحد أخر طيب لا يمكن أن أحد سيارة يشترين عام و 13 سنة وبعضهم بالمناسبة ركز في 2000 كنا الثلاثين لم يكن أحد من جهتنا لم يكن أحد الأستاذ يسفي الله يذكره بخير في 98 قلنا تشاركوا معنا وسندناه بمساندة القضية سنتين 2000 لم يكن أحد من جهتنا 2007 لم يكن أحد من جهتنا وإن كنا القوة الثانية قتلت على الأستاذ عبدالله بن كيران اقترحها للإخوان ديال الكتلة بدون استثناء وكان يقترح على الحرار بمعنى كنا مقتنعين باش نوسعوا القاعدة ديال القيادة ديال الإصلاحات لأن الإصلاحات لا يمكن أن نجزها كما قلت حزب هذه الإصلاحات لا يمكن أن نجزها إلا 3 4 5 وربما أكثر من تيارات المعتبرة ومن بعد أنا دا كنتشرف أرض الله الواسعة ديال الخلافة ولكن يجد أن نجزها الانتقال وستنين في كل الوقت لأنه معروف معروف المسار ديال قريبا دقيقة لكل متدخل فيكم غير في النقاش أو في المقترح الأخير كيف يمكن رقي بالنقاش والخطاب السياسي المغربي نشوفك وجهة نظر كل واحد فيكم سي جرين أنا أظن بأن المغرب واللي كيتفرج فينا الآن في حاجة أننا نذكر لهم كسياسيين على القضايا اللي كيعيشوها الناس عندهم مشاكل ديال ولادهم باش يمشي يقرأ الناس عندهم صعوبات باش يولجوا ولادهم وحت التعليم اللي كي أهل الناس بغل خدمة الناس بغل رواج الاقتصاد أسمت هالاقتراحات اللي كيمكن نقدموه هذا هو الأشياء البلاد كذلك إلى أنها تحل القضايا الاجتماعية النقابات في حاجة إلى أن نؤسس لها لإطار للحوار حول القضايا ديال الاجتماعية البطروناء والرجال الأعمال بغيين أنهم يتذكروا حول قضايا ودلتقوا مع الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية منغلقة على نفسها نعطيكم مثال الأغلبية الحالية وأنا وحد الإنسان اللي كنقول الأمور كما هي تصوروا بأن أحزاب تشاركوا في أغلبية ولم تلتقي قياداتها إلى الآن كيف يمكنهم يتبدلوا الأراء كيفاش يمكنهم معناه أننا هذا هذا واقع هذا واقع ما عندناش الحوار ما عندناش تعاقد كاللي كيقول ديمقراطية التشاركية ولكن أنا كنقول خصنا ديمقراطية تعاقدية كنمشي عند الحركة النسائية كنمشي عند البطرونة كنمشي عند تعاقد على أساس برنامجي كنمشي عند النقابات كنمشي عند المجتمع المدني كنمشي عند كنمشي عند كل هذا الأفكار لأن الحزب أولا وقبل كل شيء هو معمل وفضاء لإنتاج الفكر والأفكار وهناك نجيو النقبة السياسية والنقبة الحزبية عليها أن تكون فاعلة وعالمة وليس لأن لها تأثير مادي أو قبالي أو غيره أن يكون أحسن المغربيات وأحسن المغاربة هم الذين يسيرون العام باسمنا نحن وأن يجد كلهم مغربي في خطاب في نقاش مثل هذا من يعبر عن رأيه أحسن من سيروداني في أقل من دقيقة هو في الحقيقة يعني لا بد من يعني القول الحقيقة هو أن اليوم عندما نرى هذا الخطاب الذي شفنا في هذا الحوار من طرف الأستاذ يعني أفتاتي أعتقد بأن هناك جهل سياسي مقدس وهو اعتقاد بديني سياسي بحض خارج عن سياق التقافة المغربية وعن سلوك المؤسسات المؤسسي للدولة المغربية وللأمة المغربية للأسف لا نستبشر خيرا من حكومة وأغلبية يعني أحد أعضائها يعني يعني لا زال من خلال هذا الحوار يكرس ما نحن نناقشه الآن اليوم نحن عندما نناقشنا الخطاب السياسي المغربي في اللحظة الراهنة نناقشه على ضوء الدستور الجديد وهو أمل المغاربة وهو مستقبل المغاربة أنا كشاب عندما أرى وأسمع هذا الخطاب يعني أتأسف أتأسف وأشمائز من هذا الوضع لأننا نطمح كمغاربة لوضع تصورات جديدة استراتيجيات جديدة نقوم بعملية يعني نقوم بوقف يعني لهذه الحالة الجمود والركود الذي يريد البعض أن يقوم به وأن يقعده في الساحة السياسية المغربية فريق يعني حزب الأصار والمعاصرة حزب له تصور له يعني مشروع سياسي ينبني على احترام الآخر واحترام تقافة الآخر لا ينبني على التخوين ولا على ونعتقد بأن الاختلاف في حدته رحمة ولكن لا نقوم بعمل التخوين ولا نستنجد بالخارج لأي مصلحة كيفما كانت في ختام هذه الحلقة نعتبر بغينا تكون ما وقع في الجلسة الشهرية هو نقطة مفصلية في تاريخ المغرب أنه لا يمكن أن يجي رئيس الحكومة أو أي مسؤول يوزع الاتهامات على المسؤولين لا يمكن أن يجي حكومة تستر على المفسدين لا يمكن أن يغربوا النقاش حول القضايا العمومية والسياسات العمومية في قضايا جانبية وبغينا الحكومة جدقنا هالإجراءات اللي جبت وهالإصلاحات وأنها تعمل بقول الله تعالى التي يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقون بنبأين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وبالتالي تنتمنى أنهم يكون رئيس الحكومة نادم والندم ديالو أن يعكسوا في إجراءات اليوم عملية لفائدة المغرب والمغاربة والمصلحة العامة السياف تأتي فيه ثوان أنا أشوف أنه كان أعتقد بأنه الأستاذ عبلي عبن كيران أنه شاء من شاء وكريه من كريه هو من رجالات الدولة وبالطبع الحرص دياله يعني كل الحرص هو أنه يخدم الشعب المغربي في هذه المرحلة وكهذا لو التنمية نؤكد بأنه المفتاح للمعالجة ديال القضايا ديالنا مفتاح سياسي لكي يضللنا المفتاح سياسي الإشكال في المغرب اليوم سياسي وكي يتعلق بالانتهاء من التحكم وبالانتهاء من الاستبداد لكي يصيروا نفسهم بنفسهم وهذا هو اللي سيجعلنا لنجزوا غاية لغاية على المستوى الدنيا واللي هو العدلة الاجتماعية بحل اللي كان قول بالدارجة ولد بن ناصر هو اللي عنده نفس الفرص ديال فشفوش وديال كتكوت في الدراسة وعنده نفس الفرص باش يمشي باش يمشي الدواء ولذلك كلنا كنشتغلو على كما قلت الغاية ديال الغاية التي هي العدلة الاجتماعية ولكن المفتاح ديالها سياسي شكرا سياسي لذلك نبقى نظروا على هذا الكلام تيتحقق وبالطبع هذا واحد النقاش اللي مخصوشي بقاء ستاتيكي هذا واحد النقاش اللي نحن نأمله أن يكون ديناميكيا وبطبع نحن الأيدي ديالنا ممدودة يعني الإخوان شكرا سياسي بما في ذلك القريبة من أجل يعني التوافقات والتسويات التاريخية التي تتخدمها شكرا سياسي يعني المستقبل شكرا أنا عندي ملاحظات يعني في الأخير الملاحظة الأولى أن جزء من مشاكل هذه الجلسة الشهرية هو البت المباشر هناك الكثير من السياسيين البرامانيين كي تغيير السولوكسي سياسي ديالهم من كي يكون البت المباشر كنظل بأنه خاص تراجع أنا وكنظل القناة البرامانية إلا داروها يكون مزيان يعني بالنسبة للناس اللي بوشوفوا هذه القناة يمشون مباشرة وهذه ملاحظة اسمتها القوس كأن جموعة البرامانيين يعيبون على الإعلام عدم تغطية أشغال الليجان كيكون فيها عمل جدي وعمل حقيقي هذه النقطة الثانية لأنها لا تنقل في الاتفاز هذه النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها وأن هذه الجلسة الشهرية هي لا تعكيس حقيقة النقاش اللي كيكون في الليجان وكيكون فيه نقاش بمستوى عالي ومستوى جيد جدا وما كيكونش فيه هالتشنج وها التبادل الاتهامات ربما أنه ما كيناش الكاميرا النقطة الثالثة اللي بغيت نشير لها ويأن بنسبة لمعارضة بنسبة الخطاب دي المعارضة أنا كنظن بأن المعارضة عندها فرصة باش تكون عندها حكومة ضل حقيقية لأن على الأقل بالنسبة للحزب التقلال الاتحاد الشراكي عندهم تجريبة في ممارسة في الحكومة وبتريف عندهم الطلاع على القطاعات الحكومية وعلى الملفات وممكن لهم يشكلوا واحد حكومة ضل والأصرة والمعاصرة يعني عن طريق وزارة طربية الوطنية فإذن يمكن يكون عندهم واحد دور تشكيل هذه حكومة ضل ويكون عندهم معارضة حقيقية لأنها ليست معارضة دي الخطابات والسفزازات إلى آخره والنقطة الأخيرة اللي بغيت نشير لها هو أن بالنسبة للحزب العدل والتنمية في الحكومة أظن بأن هناك الآن إشكالية في الخطاب السياسي والآن سيفتاتي تكلم بأنه الظروف والوضع المحيط العربي واللي يقيق هذه الإصلاحات يعني خاص المراجعة عن الخطاب السياسي بشيكون خطاب سياسي اللي ينسجم مع هذه المرحلة بشيكون واحد للانسجام احتمع مع المواطنين ومع رأي الله شكرا شكرا سير روداني سيفتاتي سي جرين وسير كيحال أشكركم جميع أشكر الحضور الحاضر معنا هنا أشكركم مشاهد الكرام وللقاء في فرصة مقبلة بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة